اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المباركون إنه لسعادة لأن أرحب بكم في هذا خصف القرآني العظيم الذي تخشانا فيه الرحمة وتتنزل علينا السكينة وتفقنا الملائكة ويذكرنا الله بي فيما جدا أهجم أحد القرآني أحد الضال وخاصطه الذين وطقوا ممتعهم بمس كتابهم في سدورهم بل هو آيات من بيناهم في سدور جميلة من الهجم ومن الله عليه من تلاوة آياته دينا ونهارة فما أحدهم وأكرمهم يقول النساء صلى الله عليه وسلم يقابل الصواب في القرآن لوم القيامة اطرأ وارتقي وركب كما كنت ترجم في الدنيا فإن من جدتك إن آخر آيات تحرمها وأشكر الآباء الذين وفقوا الله بلعاية حفظة كتاب الله كما أشكر المحفزين الذين واصلوا غير في النهار في دعليم أبنائنا وتربية إسلامية قرآنية سوتيحة بعيدا عن القلوم التطور وأشكر المسؤولين في ماحة الفارض على ما يقولون من جهود الجبار في ظلم الأبناء المسلمين كما أشكر كل من دعم هذا الأمل الناسي المبار دعما ماتيا ومعنويا فإنه بحسب ما يتوفر من المكانات والتصميرات يقول نجيب الأمل والاستمرار أيها الأفضل الكريم القرآن الكريم كتاب أستاذ خالد ومجيزته الكبرى والهداية للناس أجمالي يقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يسلي للذيه الأخوة والبشر المؤمنين الذين يحملون الصوارها أن لهم أجلا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم هذا الأجين في هذا الكتاب الكريم أخار الوالغة وأحباب بيجينا ومواعز بالغة وقصة سوادقة وفيه تحويم للسلوح وتنظيم للحياة من استمسك به فكتستمسك بالحوة المسخة لهم شواملات يقول المستشف الألماني لكتور شمت ربما تعجبونا من اعتلاد رجل الحروفين المسخة بهذه الطريقة فقد درست القرآن فوجدت فيه تلك المعاري الآية والأنزمة المحكمة والبلاغة الرائعة التي لم أجد مستعفق في حياة جملة واحدة منه تغنئ المؤلفات ولا شك أنه أكبر منجزة أدا بها محمد ويقول الشيء محمد أشير مدى صالح تفسير المناس لو أن المسلمين الاستقاب على تدفر القرآن والاكتدار منه في كل مكان لما فسأت أخلاقهم وأعدادهم ولما ذالهم الأم وسكانهم ولما صار آلة في معاشر المؤكبات أخلاقهم أيها الرحمن الكريم إن المقام لا يصعب بيان مال القرآن من خطاق وأخبار وآداء فأحتفي بهذا القرآن وإن من جهاز المناسة الكريمة أوسي جميع القرآن وجميع الأجمين للتحوى الله سبحانه وتعالى وإخلاق المياه والصدق في الأمل وأن يتأحب بالقرآن بالمراجعة والمدارسة وأن يأمله بما تعدده من القرآن فإن الأمر هو سمر الإلم فالإلم يحفظ بالأمل فإن أجابه وإلا ارتهد كما أبوث أولياء أمور على تشجيع أمنا علم المتصبين إلى هذه المراكب المباركة وإنني أسر كل من فاهم في تيسير هذا الاتماع المبارك من المسؤولين والمشايف والتجير والغيين فجد الله الكريمة خيرا نسأل الله الكريمة الصوفيق والإلهي والإلهي والصداد والصلاة القول والأمد والواضح والباطل والله تعالى والتنطوفيق والصلاة القول والسلام على عبد والرسول من نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزباله والسلام إلى نبينا